فاقم استمرار العنف والقتال من أزمة المياه في البلاد ما دفع بعض المواطنين للاستعانة بالوايتات أما الفقراء فاضطروا إلى الاستفافة في طوابير أمام مضخات يمنحها بعض الميسوري نبكر من صباح الصبح والله يعني الساعة الستة الصباح نبكر نصلي نكمل ونروح بعد نسارك لا ضر نجيس نستنج الوايت ما يكفيش حتى الماء أدي باب الماء جدول جديد يتحكم بأيام اليمني ويأخذوها إلى تجاهات لم يختاروها عليهم أن يرسوا صفوفهم وأوانيهم الفارغة في انتظار أن يرحمهم من يخشون أن تفتروا همته ويعودون إلى منازلهم دون ما يبقيهم على وجه هذه الحياة التي قسات في وجوههم نتعبان في بيتنا بخاري وداخلنا في الكودة لكي نتفل الماء مدورها دواء نتعب صائبين حرم عليهم ما يجبنا الله لقد تجاوزت أسعار المياه الحدود التي كانوا يكابدونها من قبل حتى أن ترتفع إلى هذا الحل نضطر أننا سعر الوايت يجير تدفع لأننا نضطر أن نشترى التعزل من السوق السوداء بارتفاع زيادة والتعابي في البنبات ترتفع ونضطر أننا نضطر أن نرفع سعر الوايت وتخرج الأسرة بأفرادها الذين أبقتهم الحرب ولم يلتحقوا في جبهات القتال أو مواكب النازحين وظلوا في جبهات جديدة لا يراها المقاتلون ولا يحسون بما تعانيه وإن وقعت أعينهم عليها يدعونها للمزيد من السمود ومع كل هذه المأساة والخوف من اختفاء القطرات التي تهطل عليهم من سحابات أناس لا يعرفونهم جيدا تلح أمان كثيرة بأن يتجاوزوا هذه العتبة وأن تصبح جزءا من ماض لا يودون تذكره اشتركوا في القناة